اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه لا تقطق على الهلي ها الهلي هذا اللي تقطق عليه توق طالبا مني وانكرشت يلا مع السلامة امشي مع السلامة هلا صالح اسمع خمس دقائق وانا عند باب بيتكم لا تلطعني مثل ذيك المرة ايه سريع سريع يلا مع السلامة اشتركوا في القناة هلو هل ليس أنا مفتاح مع عمي لا أبوي نايم المفتاح معي يا أسفاء أبا لا يصير بس اللي صارق ينقذ برصيف ولا يلعب أقول لا يكثر بس دزها للشرطة يلا تكفوا يا حضرت الضابط أبنكم تبسكون هل يسرق سيارتي داي حالب من الأحوال مبشر يا عم حنا بلاغك الحين وسجلناه وانتهينا وتقدر توكى على الله وأي ملاحظة إن شاء الله رح نتصل بيك أول بول جزاكم الله خير والله يكثبنا نفاكم الله يحييك بسم الله جزاها الله خير جزاها الله خير أي والله جزاها الله خير مش جابوا ذهناء مش دخلق بالعالم لا مش مش خلناه دخل بس السيارة من وين سرقت من قدام البيت طلعت الصبح وما لقيتها تكفى يا حضرة الضابط تكفى الهلي رسمالي رجعوا لي أبشر أبشر استمارت السيارة موجودة معك الاستمارة بالهلي بالهلي حاطها بالدرجة طيب حافظ رقم لوحة السيارة؟ اي حافظها دال لام ميم لا دال لام نون بكرني باسوك ما عليش؟ عامر الله حيك أخي عامر عندنا يا عامر النظام أي بلاق في أي سيارة مفقودة لازم تحضر الاستمارة الأصلية أو صورة منها معلش؟ الصورة موجودة عند الوالد بالبيت أبو روح جيب هوجي تركك وليس فوقك الله تركي؟ ايه تركي نسيت امسي في طب السيارة وصرفته انا انا متأكد انه تركي نص شو احنا استراح هو اللي زال فيه الرجال حرامي تقوله صادق يا حضرت الضابط تركي حسود ومن يوم حنا صغار وهنا شبلي بكل شي ايه بس ودي تعرفون حاجة وحدة انه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء له الأحقين يرفع عليكم دعوة في المحكمة اقصر قبتي تسنموا به وروح وماجعك علي يا حضرت الضابط تركي هو اللي سرق اللي يا عيال يا عيال الخويكم امسكوني مستوى الشيء الودي شون مزين يا أخي فجأة يا عيال تكفون عامل صالح يرحب والديك تسحب عليه بس انا؟ انا يا عامل صالح سيارتك؟ انا تركي خويك الخوي ما يسرك خوية يا خاين العشرة اسمع انتو اياه لا تكتر كلامه تركي السيارة اللي خدتها وين وديتها اعترف ليها الحين المتهم تركي عليه بلغ بسرقة سيارة اخرى باسم محمد بن ساعد بن علي هذه السيارة عني ودت توقيف يلا يلا ودت توقيف يلا بسرعة ياهو يا اسكري يا اسكري والله ما سوت شيء يا بالعل من زينك يا عامل عسك سيارتك تلهلي؟ بريء والله بريء لا يا شيخ بريء انت اش قضيتك؟ لا ما سوت شيء بريء زيك يا الحبيب يا الغالي انت ويا أوليدك تركي والده اخوي فشلني قدام لا سواج انا وهو انا عمه سرق سيارتي مرة شين بس وش تبين يسوي وش تبين يسوي يا ربع والده اخوي واخوي الله يرحمه موكلني عليه طلبتكم يا ربع تكفون انكم تتنازلون عن القضية وش هون تتنازل والسيارة ماذا وين اكيد انه يا صاد من فيها او شاب من فيها والده اخوي عارفه زين حقودي او حسودي وتذوق بعد تذوق طلبتكم تكفون يا ربع تنازلوا عن القضية والله ما تنازل والله ما تنازل لا تنازل خلاص لا انت ولا ابوك لا تنازلوا نبت خلوا والده اخوي يقعد مسجن اقعد يا تركي اقعد يا تركي اهه اللي يا عامر وين تركي مختفي كذا بعد ما زبدنا له ذاك اليوم اخ بس اتركه عنك بس والله يا لادم اذا صار بهني جائش اوف اوف ليش يشبه بعدين نعلمكم شو مسوي ركز باللعبة الحين اقول لك يا عامر بكم ما اشتريت الهلي وكيف قطعة غيار وغالية ولا رخيصة لان انت عارف هالوالد بيشتري واحد زيه هالو هالا عامر اضغاك تجي مركز الشرطة باقرب وقت الله لا يهينك ابشر ابشر ترى حتى عامر مسلا منه عجلون انا بالنسبة للموضوع عامر حضر عندي هنا وتنازل عنه ولا فيه اي سرقة بينهم كان خلاف عائلي ترى تركي رفع عليك قضية رد اعتبار وطلعه من هنا من عندي ما فيه طلعة اتصر شوف لك كفيل يجي يكفلك هنا او لا تفرح بالطلعة ابشر ابشر ابدك على الوالد يكفلني هالو هل ايبو هلنا جوان وانا عرف بعض في زمان والله هدينا وياكم هل الامر سهل وانا يكون سابحونه سابح شرون شد يا عامي وش يقولون ماذا اللي يبغض بسياسة معي احارة على كيبكي يومين يومين في السجن يومين ملطوع اكل عدس وموية وشي تقول لي سابحونه على كيفكم انتم وكلها بسبة ولدت وهل ملحوس صويلح لا تقول ملحوس بعدين عمك لأي ناكوبك انك صارق موتره هل ملحوسة وزيادة هالهبر شف والد اخوي الكريم الحبيب النبيل رضي الوالدين تتهمونه بالسرقة لا يمكن اسمح بذلك عم الدن لذا اذا تبغى اننا نعفو عنك وعن اللي صار في اتهامك الوالد اخوي تدفعون خمسين الف ريال خمس وعشرين الف الوالد اخوي وخمس وعشرين الف لحضرتنا وش قلت؟ حتي والله الله يعين بس انا عندي عشرة الاف مجمحها من سنين وانا عندي ثلاثين الف والعشرة مدبرها ان شاء الله العشرة ما يازم الدبرة عندي يزهله بيض الله وجهك عدت على خير يا ودالعم وقضينا من موضوع تركي ايو والله والله كان بلاشنا لو ما أعطيتك عشرة سنين الحين بلشن بعمر اي لا تقدلنا خلاص يا حبيبي فلوسك بترجعلك تحارف ارانة ميصارية فولت جمعات مهه منت الله ولا منت خلقة قلت لك فلوسك بترجعلك قضينا من الموضوع ذا مير الحين ما دريت ميصار قنه لوكس لو ادري كان قاعد معك يا الذهين شوكوش يا شخطير قال ايش قال شوكوش قصر قبتي تنموه بشوكوش تذكروا محنا باستراحة مو قاعد ينشد عن قطعة غيار شرطه انه على اساس النبوه بيشتري هللي ما انتم سايد قبو شوكوش بيشري هللي الا والله يا بياخ لو يقصك صوي بيعه خذ العلم من تكون صادق داور داور للشرطة داور ايه متأكد ومية بالمية بعد على قصر قبتي تسانمو بهو طيب تقدر تفيدري باي معلومة عنا ايه اقدر واقدر اعلمك وين هو فيه بعد الحين عامر يتهمني ان انا سرقت سيارته ايه واي اتهمك انك سرقت سيارته وين حطيتها انا ايه واي انت ما تفهم ايه 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 شوف شوف الحين بيدخل علي بياخر شيء ايه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وين الناس مختفين جين نختفين وايصلح قلبك باش نسألي ابني الحلال نسألي النفسية شفيه قلبت علينا دامك تسأل مشغولين مع أهلينا اوكي اشوفكم من شباك البيت انت وصالح ريحين جايين بالسيارة لا يا شيخ مسوي قافط نتوجج والله كلكم نفسية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هلا تركي هلا يلا حيا تفضل تفضل جم جم جمتوا يلا 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 هناك 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 لحجي يقعد حياك الله يقعد احب اقدم لكم مطلق صديقي وتاج راسي وخوي تدلوا مين تعرفت عليه فيه؟ تعرفت عليه في مكان ما يعرفها إلا قليني للخاتمة واللي ما تنفع معهم العشرة اعتبر اشتراحت راحتك خضراحتك ما انت الموضوع يا بوي دام عرف فينا المكان انت الموضوع يا قوي وجه بعذاء اسمع تركي لا تقول لا شيء عبد يفلا خضراحتك يا تركي هلا والله هلا والله بمطلق الله يبقيك يا هلا يا هلا تغديت ولا لسه؟ لا والله على بطني على بطني من العدس اللي ضربنا فيه اللي نمتلع تبطونا أفق عامل انقز انقز جب العمك مطلق مندي نفرين لي وله بس ما قلت أبشر أبشر ما قلت أبشر أبشر الحين بسرعة وانت يا سويلح يلحسني سم قم صب شاهي العمك مطلق قم اخلص بسرعة تقديد تبا 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 اسمع انت وياه انت وياه انت وياه يا كفتا وياسر انت بالذات ما لكم دخل لا هايدخل الموضوع طيب مفهوم وانت كفتا ياوا كفتا بالله هدق على شوكوش ياوا جواله مقفل غريبة مهما من عواية شوكوش يقفل جواله يمكن انه مات يا أخير ذكر الله وش اللي مات انت واجهك لأنه اي واحد يقفل جواله يجيني حساس انه صال له حادث ومات يرحم والدينك لعد تحس ابدا خلك ساكت نسوي اش نسوي ضيك مرة ثانية تمكن شبكة الحين وش الواضع ما تركي؟ شكري مزمد له لا لا انتبه تركي فضيحة في عالم عيان متهمين ومتمشوكوش بصرق وان ما نستعي ولا نقدر الخوة طيب وش العلم؟ العلم مسلك له لين تثبت التهمة ويعرفون عيانك ما اتهمت لو انت صادق هذا شوري؟ هذا شوري مواجهك عندي عجل شورك وهدايت الله والله ياهو بني مردودة مردودة اه بد واسع صدرك عليك انت لم ترى ما تقول بس حركاتك امس مع عامر وصالح والله ما لها داعي وخاصة قدام الضيف انا ما اسوي شي يا ياسر للهدف كيف يعني؟ شوفوا قد شفتني يا ياسر اتقام عليك كنتو كفتة؟ لا والله بس لو تكرمت يعني تعلم لوش السالفة؟ الله لو تكرمت شوف شوفي الاسلوب اسلوبك راعي عندك يخليني اصالحك يخليني اعطي كل اللي عندي شوفوا يا جماعة ابا اقولكم كل شي بالحرف عن عامر وعن صالح كلنا منصدمين من اللي سواه فيك عامر وتركي قبلك كله من لي صالح ايه والله انك صادقين المشكلة عامر يصدق صالح في كل حاجة لانه ولد عمه الله يعين المهم يلا هنا ماشين انت بي نجيبلك اكل من البيت من المطعم ايه واباكل ايش تبعا؟ سوشي ماهو؟ سوشي الحين السوشي ما اكلته هنا وانا برد السجن انت بي اجيبلك سوشي هنا وصل السجن المهم اجيبلك سوشي حقكم ان شاء الله منت ويغمش وفا اجيبلك مع سوشي يا ود العم الله اني ودي اقولك شي بس ام تردد اخلص وش عندك؟ عنا الهلي لا تقول الزرافة ياسر ولا كفتة مو بشكرش لا دا ولدا ما بقلت شك في بوي انت ايه تراك نكبت ام العالم الله يصلحك هالموبوع اسهل من سذا اه وش عندك يا اسهل من كذا تذكر يوم طلعنا انا اياك من استراحة يوم يطلب منك ترك الهلي وكرشته ايه هتذكر قبل ثلاثة ايام الله عليك انت رجعت معي الى الاستراحة اولا الا بس من وين اخذتك انا انا دزا يلا وعقبة رجعتك البيت مو سينينا ناقد متارك من المحطة ما تسر وعدنا الصبح ومرة نطلع جميع الى المزرع عباد اذهلها يا ولد العم ورا ما قلت لي أنك من سيارتي بالمحطة ما الله ما تذكرت إلا البالح على العصر ومن وقتها ما أدري شون أقوله خاصة عقب ماني كابتنت تركي وشوكوش يا شيخ متذكر من نمس العصر ولا علمتني وبعدين تعال أنا اللي نكابترك وشوكوش ولا أنت الله أنا ما يستحمينك يا ولد العم بس أبش البالعوض أبش البالعوضة دزها دزها للمحطة دزها شو سوي الحين دزها نلقاها نلقاها أخوان سيارتي متأكد أنه موقفها هنا يا ولله ما هيبو شكلها سرقت دزينا دزينا كو 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 المعذرة طال عمرك المعذرة طال عمرك الهلي كنت ناسيه عند المحطة ووقتها كنت أحسبها أنه أنسرق بس المشكلة الآن أنه أنسرق صدق أنسرق؟ يعني الآن أنت بتسوي بلاغ مرة ثانية إيه؟ عسكري دخل الرجال اللي حصل السيارة قبل شوي بسرعة ما شاء الله لقيتوا الهلي كافوا بيض الله وجيكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله الله خير يلا حيا أبوي أي هبوك أبوك حصل السيارة بالمحطة قبل شوي وجابها وإلغى البلاغ الله يعطيها العافية الله يعطيك العافية يبا ما قصرت عسل موتر ما في دكشات لا والله أنا أبوك الدكشات براسك الله يعطيكم العافية ما قصرته الحمد لله إننا لقينا الهلي والأمور انتهت على سلام تمروننا بشيء لاحظة نعمر على أشياء وين رايح أنت؟ أنت متهم أخوياك أنهم مسارقين السيارة ومزعجنا ببلاغاتك الكاذبة وتبي تمشي على طول؟ والمطلوب؟ المطلوب المطلوب نبيك تجلس عندنا شوي أنا؟ إيهنت الله يكون بعونك يا عامر لا تنسى عشره اللي أبي منك لاحظة خلك معاه طب عادي يخلي أبويك فني أم عاصي يا هلكم أخي ما نبكى بلك توصفيهم تكفي حضرة الضابط هو ورد عم هذول أدواهم عندي إن شاء الله لا تشيل هم يا عم توقع الله عشكري أبلش